ازاي يحزي في سجل البحث على جوجل ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور نهاردة كده هنتكلم على حسف سجل البحث على جوجل فاريت بقى تعمل لايك الفيديو اشتراك في القناة وتصلى على النبي في الكومنتات ويلا بينا رح كده مع بعض على جوجل وبنضغط على صورة الملف الشخصي او الحساب بتاعنا بختاره من هنا بنلاقي حاجة اسمها سجل البحث سجل البحث بضغط عليه هتتفتح لنا بالشكل ده كده سجل البحث لو جانا ننزل كده هنلاقي ان احنا ممكن نحزف بحث واحد بس يعني البحث ده مسلا ممكن نضغط على علامة الاكس لجنب البحث دي ومن هنا جاري الحسف هنا انا بحزف سجل يعني بحزف بحث واحد بس طيب لو انا عايزة احزف السجل كله سجل البحث كله بعمل ايه بروح كده على كلمة حسف بضغط عليها من هنا بروح على حسف جميع النتائج بختارها ومن هنا بيقول لي طبعا البحث والصار وبحث الفيديو والمنتجات وبضغط طبعا على اختيار الكل لو انا عاوزة احدد حاجة منهم مش عاوزة احزفها بحدد يعني بشيل علامة الصح اللي جوه المربع دي وبعدين بضغط على كلمة التالي فانا انا عاوزة اختار الكل وبعمل التالي وبأكد معي بقول لي هنا حسف بأكد الحسف معي بضغط على حسف من هنا بنتظر وبعمل حسنا كده انا عملت حسف الكل السجل زي ما انت شايفين على جوجل وبس كده عندك اي سؤال اقوزت في صور اكتب لي في التعليقات انا برض على كل التعليقات اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة